السلام عليكم أعزائي طلوة طالبات وأولياء أمور الصف الثالث العددي إن شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة السابقة طبعاً دي آخر وحدة في الترم الأول اللي امتبعنا من البداية كنا نزلنا على القناة شرح كامل لقواعد المنهج على الصبورة من الوحدة الأولى إلى الوحدة الأخيرة طيب الفترة اللي جاء بقى هيكون عندك مراجعة قوية جداً لتلتة عددي إن شاء الله هيكون موجود عندك حل كتاب صغير اللي هو بالكامل ومراجعات قوية جداً لتلتة عددي وهيكون فيه مذكرات كتير الفترة اللي جاية نبدأ مع بعض السؤال الأول بيقول هنا نقاط طيب بيقول الأشياء الغير طيبة اللي ممكن نقولها أو نكتبها على الإنترنت لشخص ما الموضوع ده بيكون اسمه تنمر إلكتروني التنمر الإلكتروني دي اسمها سايبر بويلينج يبقى أول إجابة عندي اللي هي سايبر بويلينج اللي هي التنمر الإلكتروني السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب علشان تساعد أو تشجع شخص ما أنت كده بتدعمه طيب كلمة يدعم بقى دي اسمها سابورت يبقى ده تعريف ليه كلمة سابورت اللي هو يدعم اللي بعده بيقول هنا طيب بيقول لك جرب انك انت ما تكونش سلبي خلي بالك بقى بيسألك يعني عكس أو مضاد كلمة اللي هي معناها سلبي طبعا دي عكسها اللي هي معناها إيجابي اللي بعده بيقول هنا طيب البادئة اللي هي في كلمة دي بتساوي كلمة ايه طبعا اللي هي بيفهم بشكل خاطئ يبقى أقول له اللي بعده بيقول هنا علشان نحصل على الصفة من كلمة يساعد احنا بنحط لها صفكس لاحقة في آخر الكلمة كده اللي هي عشان تبقى اللي هي الصفة منها يعني اللي بعده بيقول هنا يعني عكس أو مضاد كلمة اللي هي معناها منزعج أو متضايق يعني طبعا دي عكسها كلمة اللي هو سعيد أو مبسوط يبقى أقول له هنا وإلي بعده بيقول بعض الناس بعض الناس بعض الناس يعني بيكونوا محرجين لكونهم يأما طويل جدا أو قصير جدا لازم لهم يكونوا إيجابيين بيسأل بقى كلمة اللي هي معناها محرج الكلمة دي بقى في الجملة معناها إيه طبعا معناها أنك أنت بتشعر عدم الارتياح السؤال اللي بعده بيقول هنا بيتكلم عن الرسالة الغير طيبة رسالة غير طيبة يعني جعلتها تشعر بأنها حقا طبعا عايز أقول منزعجة منزعج أو متضايق دي اسمها يبقى أقوله هنا كلمة الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الأول فيها بيقول هنا طيب هنا عايز يقول أنا إلقتي يعني بخصوص الامتحانات كلمة قلق اللي هي اسمها يبقى أقوله اللي بعده بيقول هنا خلي بالك بقى هي عندها رأي سلبي عن إيه هي بتعتقد أن هي مش جميلة خلي بالك ده كده مظهر يبقى عندها رأي سلبي عن مظهرها المظهر بقى ده اسمه السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب إحنا نقدر عايزوا نتشارك خبراتنا مع الآخرين على السوشال ميديا مواقع التواصل يعني طيب كلمة نتشارك دي اسمها شير يبقى أقوله شير اللي بعده بيقول هنا خلي بالك بقى الحاجة اللي انت مش عايز حد يعني يعرفها طيب دي اسمها سر سر بقى ده اسمه سكرت يبقى أقوله هنا سكرت اللي بعده طيب انك تكون غير سعيد بسبب حاجة سيئة حصلت انت كده متضايق أو منزعج كلمة منزعج اللي هي اللي بعده بيقول هنا الوقت اللي انت بتقضي وبتستمتع به مع الآخرين ده بنسميه بنسميه اللي هي الحياة الاجتماعية يبقى أقوله اللي بعده بيقول هنا يعني عكسة أو مضاد كلمة دي معناها مؤكد عكسها طبعا يعني غير متأكد يبقى أقوله هنا هو طالب عكس الكلمة اللي بعده بيقول هنا طيب طالب منك معنى أو مرادف كلمة اللي هي معناها يعني واضح بتساوي كلمة اللي هي واضح برضو اللي بعده بيقول طيب بيقول طيب بيقول يعني لا يوجد أي شخص في الاجتماع عايز يقول بقى ولا واحد جيل الاجتماع لا أحد دي اسمها واللي بعده بيقول هنا هي يعني عملت الترطة لوحدها طيب بيقول ان ماما عملت الكيكة دي لوحدها ده معناه ان هي عملتها بدون أي مساعدة طيب كلمة بدون بقى دي اسمها يبقى بيقوله هنا اللي بعده بيقول لي لذلك سلمة وقعت من الكرسي كل صحابها ضحكوا عليها طيب بعد كده بيقول عشان كده هي شعرت بالإحراج اللي هي كلمة يبقى يبقى له هنا اللي بعده بيقول طيب هي ما عندهاش أصدقاء عشان كده دايما بتشعر بالوحدة كلمة الوحدة اللي هي اللي بعده بيقول هنا خلي بالك بقى احنا مش متشابهين عايز يقول كده احنا عندنا أراء مختلفة طبعا كلمة بييجي معها يبقى اللي بعده بيقول هذا المفتاح عايز يقول فريدة بتاع فريدة يعني اده لها طيب يخص أو ينتمي لي دي اسمها يبقى اللي بعده بيقول المرضى المرضى ما عندهمش اختيار ان هما يكلوا اكل كتير خلي بالك بقى كلمة عنده اللي هي هاف يبقى اللي بعده بيقول هنا مصطفى بعد كده بيقول مصطفى بيكون فقير عايز يقول لك على الجانب الاخر هو كريم جدا على الجانب الاخر بمعناها طيب نبدأ مع بعض يا شباب في اهم كلمات السؤال الاول بيقول هنا بيسأل سؤال قاله في الاجابة طيب عايز يقول بقى ان انا بتواصل مع اصدقائي على وسائل التواصل الاجتماعي كلمة وسائل التواصل الاجتماعي دي اسمها كلمة مهمة جدا لازم تكون حافظ حرفها فهو هنا بيفكرك بالكلمة انت كل عليك انك هتكتب كلمة اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي السؤال اللي بعده بيقول هنا قاله في الاجابة طيب طالب منك بقى كلمة قلق ومتوتر طيب بيقول ليه ما عادش الواجب بسبب ان انا كنت قلق يبقى قلق كلمة قلق او متوتر معناها يبقى هنا هكتب كلمة بعد طيب خلي بالك بقى عايز هنا كلمة ينضم او يلطحق ينضم او يلطحق دي اسمها join اللي لازم اعمله قاله تقدر تلطحق بناد رياضي هتكتب هنا كلمة join اللي معناها يلطحق اللي بعده بيقول هنا قاله في الاجابة ليه يعني تبدو منزعج عايز يقول كده كلمة منزعج او يبقى كان عايز يقول ماذا يجب ان افعل كلمة يجب اللي هي شاد هتكتب بقى هنا كلمة شاد وزي ما قلت لك السؤال ده ما بيجيش في الامتحال ولا حاجة هو بس بفكرك باهم الكلمات اللي بعده بيقول هنا قاله في الاجابة عايز كلمة يبلغ عن اللي هي اسم ريبورد يقرر يعني او يبلغ هل بلغت عن الرسالة دي يعني طيب بعد ما خلصنا الجزء ده نيجي على الجزء المهم جدا وهي هو الجزء الخاص بالمحادسة طيب سؤال ده لك سؤال المحادسة اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك واترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر اللي بيتصل باخوه الصغير اللي هو ادهم خلي نشوف كده ايمن بيكلم اخوه وبيقول له سؤال where are you يعني اين انت فين يعني طيب كمل بقى علشان تعرف قال له المكان سأله سؤال انا بتواصل مع اصدقائي واضح كده انه بيدردش في البيت يبقى ممكن يقول انا في البيت هيقول ازاي طيب بعد كده ايمن سأل سؤال كانت اجابته ان انا بدردش مع صحابي يبقى هنا بيسأله بيقول بتعمل يعني ماذا تفعل ما او ماذا اللي هي وقت هيقول هنا ماذا تفعل هيبقى هنا يقول وات وبعدين الفاعل الهو وطبع الفاعل ماذا تفعل قال له بدردش مع صحابي بعد كده ايمن سأل طيب هل انت بقى عملت واجبك معرفش كمل عشان تعرف رد عليه وقال له حاجة ايمن سأل سؤال بسبب ان انا منزعج ومتدايق يبقى واضح انه ما عملش الواجب طيب هيرد على السؤال ب وان في السؤال معناها هل هيجب ويقال ويقال له اي اللي بتتحول الى اي وهتتنفي بقى لا يعني ما عملتش الواجب طيب قال له ايمن هنا سؤال الاجابة بسبب ان انا متدايق ومنزعج يبقى خلي بالك طالما الاجابة بيكوز يبقى يسأل هاي 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 يعني ما عملتش الواجب قال له عشان انا متوتر طيب بعد كده ايمن قال له لانك بتقضي وقتك طويل على السوشال ميديا فادهم بعد كده سأله وقال له وما يعني اعمل ايه في وقت فراغي يبقى هنا هيبدأ يقول له على نصيحة في وقت الفراغ اكتب اي حاجة تقدر تعملها يعني مثلا تقدر تقول انك انت تقدر تلعب رياضة او تقول انك انت تقدر يعني تلتحق بنادي رياضي يبقى طبعا اللي هو النادي الرياضي او تقرأ الكتاب اي حاجة هتكون صح نيجي بعد كده على المحادسة التانية بتشعر برضو بالانزعاج طيب هي متضيقة علشان شخص ما ارسل لها رسالة برضو غير طيبة خليها نفهم كده ونشوف اروى بتكلم زهرة صاحبتها وبتقول لها ليه باين عليك ان انت متضيقة طيب احنا عرفنا من السطر اللي فوق ان في حد بعت لها رسالة مش كويس يبقى هترد بنفس الاجابة طيب يبقى هنا هجاوب وقول من السطر الفوق شباب ممكن اختر كده من اول كلمة وكمل بقى هتقول لها هي وطبعا هتقول لها في نفس زمن السؤال طبعا هنا هتقول بقى ارسل لي يعني فيه شخص ما بعت لي بعت لي وتقول لها رسائل غير طيبة يبقى إن في حد يعني بعت رسالة مش كويسة طيب اروى بدأت تسأل من اللي بعت لك رسالة على يبقى هنا محتاج تكتب حاجة طيب ما فيش حد معين فتقدر تكتب مثلا احد الاصدقاء يبقى هنقول يعني واحد من اصدقائي او واحد من الاصدقاء فردت اروى وقالت لها دي يعني بتقول لها ان دي نوع من انواع التنمر الالكتروني وسألتها سؤال قالت لها انت لازم تبلغي المدرس ان يكلمها يبقى واضح كده ان زهرة بتقول لها طب انا هعمل ايه طيب ماذا افعل او ايه اللي لازم اعمله هتقول لها ماذا يجب ان افعل هي بتقول لها ان ده تنمر الالكتروني قلت لها تمام اعمليه بقى فقلت لها لازم تخبري المدرس انه يكلمها يبقى هنا وبعد ما خلصت كلامها سألتها سؤال الاجابة على السؤال انا بلغت عنها يعني او بلغتها فهنا هتقول لها يا شباب ممكن تقول لها مسلا طبعا سؤال بهال هتقول لها وبعدين الفعل في المصدر اللي هو هل انتي بلغتها هل انتي ابلغتها يعني فقلت لها ايوة انا بلغتها في النهاية بتقول لها هل بقى لازلتي ان انت من دقية ممكن تقول لها ياس وممكن تقول لها الاجابتين صح طيب يعني واضح المشكلة تحلت فها تقول لها وتكمل بقى وتقول لها لا يعني مش من دقية ولو قلت برضو صح الصرحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد زي ما قلت لك هتلاقيني سايب لك فيه صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح القاعدة بالكمل نبدأ مع بعض شرح اسئلة القاعدة السؤال الاول بيقول هنا وبعدين بيقول لي خلي بالك بقى الاصدقاء يجب ان هم يحتفظوا بالاسرار طيب كلمة مست حط عينك عليها كده وفتكر قلنا مست او مست دول بيجوا وراهم الفعل فيه المصدر مصدر يعني بدون اضافات يبقى كل عليك انك تشيل الاس دي فهتقول مست كيب الاصدقاء يعني يجب ان هم يحتفظوا باسرارهم يبقى مست ومست وشود وشودنت وهاف تو وهاستو كل دول بيجوا وراهم المصدر يبقى يقولوا كيب اللي بعده بعد كده بيقول طيب هنا خلي بالك بقى عايز يقول انا مش مضطر ان انا اشتري خبز يعني لان احنا عندنا في البيت كتير طالما عندنا خبز كتير في البيت يبقى هنا محتاج ينفي لما اجي انفي هاف تو بنفيها ياما بدونت ياما بدونت على حسب الفاعل اي هنا بيتعامل معاملة الجامعة فهتنفي بدونت خلي بالك بقى هتقول لي اي دونت هاف تو زاد المصدر يبقى كلمة هاف تو ما بقى انفيها بنفيها بدونت او دونت او دونت او هتقول لي هافنت ما ينفعش يبقى انت تقول لي don't have تو اللي بعده بيقول هنا اي نقط go to the cinema but ولكن i am unsure طيب خلي بالك بقى i am not sure او i am unsure اول ما تشوفها انا غير متأكد يبقى عطول هنا عايز اقول might اللي هي معناها ربما يبقى كلمة i am not sure بتساوي عندي might يعني انا ربما اذهب الى السينما لاني مش متأكد يبقى لازم اقول له هنا might اللي هي معناها ربما بعد كده بيقول a doctor has to not good at science subjects طيب كلمة has to وhave to بيجوا الرهم الفعلة في المصدر يعني هتشيل ال i in g فالطبيب مضطر انه يكون جيد في العلوم فتقول لي بي اللي هو المصدر بعد كده بيقول you not say unkind things to people on social media طبعا ما ينفعش هنا عايز بقى يقول لك لا يجب انك انت تقول اشياء غير طيبة للناس على social media يبقى محتاج ينفي بقى فتقول لي هنا shouldn't فرقم خمسة هنقول shouldn't اللي هو النفي ما ينفعش ابدا نقول حاجة مش كويسة ايه اللي بعده بيقول هنا my father not وبعدين بيقول لي to go to work at six a.m. for a meeting طيب ما ده كلام مظبوط ما للغلط فين خلي بالك هو عايز يقول ان بابا مضطر انا my father دي مفرد ما ينفعش اقول معاه have to الصح ان انا اقول has to مضطر يعني يروح لعمل الساعة ستة علشان عنده اجتماع يبقى has اللي بعده you not know that password before you can use that computer طيب هنا ينفع اقول مثل انت لا انا لازم ان انا اعرف الباسورد قبل ما استخدم الكمبيوتر يبقى هنا الصح ان انا اقول له you must منفعش هنا ان انفي الصح ان انا اقول must know اللي بعده بيقول i not get up early tomorrow because it's a holiday طب خلي بالك بقى بيقولك ان بسبب ان هو اجازة طالما هو حدد كده ان دي اجازة يبقى هنا محتاج ينفي انا مش مضطر اصحى بدري بكرة علشان بكرة اجازة قلنا لما نيجي ننفي i بننفيها don't وبعدين بيجي بعدها have to يعني مش مضطر ان انا استيقظ بدري بكرة علشان بكرة اجازة اللي بعده what do you not to do طيب ايه الغلطة هنا خلي بالك ده سؤال انا عندي هنا do لما يكون عندي do بيجي وراها المصدر منفعش اقول had هاجيب المصدر بقى اللي هو have to يبقى what do you have to do اللي بعده طارق is worried because he not do badly in his exam طيب طارق بيكون قلق بسبب ان هو خلي بالك بقى هو الآن لانه ربما يحل بشكل غير جيد يبقى دي احتمال في الاحتمال بستخدم might يبقى الصحي هنا اقول لي he might do badly لانه ربما يحل بشكل سيء في الامتحان ممكن يحل بشكل سيء او لا فهنا ده احتمال هقول might ربما قال لي بعده what do you not to do when crossing the street طيب خلي بالك بقى هنا ما ينفعش استخدم must ليه لان في بعض النقط to وكمان عندي do فما ينفعش هنا اقول must الصحي يقول لي he might have he might have you go يبقى اقول ايه have وكده كده بعد do بيجي have to زق ده المصدر اللي بعده you not to take your coat it's sunny outdoors خلي بالك بقى الجو مشمس بالخارج يبقى هنا محتاج ينفي انت مش مضطر انك تاخد المعطف او البلط لان الجو مشمس طيب لما بنيجي ننفي بنقول ايه ياما don't ياما doesn't طيب you يبقى هستخدم معا مين برافو عليك هستخدم don't وبعدين بيجي بعدها have وهو اصلا جايب لي to في الجملة فهتقول لي don't have يبقى الاجابة don't have اللي بعده not علي and sara have to travel to luxor طيب الغلطة فين هنا مستور ما انا عندي have هل بقى لك علي واحد وصارة اثنين يبقى هنا ما نفعش اقول does صح اقول ايه do ليه بقى يا شباب لان علي وصارة دو الجمع يبقى المفروض تسأل بدو طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا you not park your car here it's against zalo خلي بالك بقى ده ضد القانون العبارة دي لما تشوفها كده اللي هي ضد القانون اعرف على طول ان هو عايز ينهي في الناهي بنستخدم mustn't لا يجب عليك انك تركن هنا ده مش قانوني بس صح انك تقول لي mustn't يبقى لما اشوف it's against zalo استخدم mustn't اللي بعده بيقول we not have to her we aren't late for school طيب خلي بالك هنا في غلطة ليه بقى ما ينفعش نستخدم doesn't لان الفعل جمع طيب هنا بيقول ان احنا مش متأخرين محتاج ينفي احنا مش مضطرين نسرة لان احنا مش متأخرين طيب وي بقى لما بجان فيها بنفيها باي don't have to يبقى الصح انك تقول لي don't ومش doesn't بعد كده بقول لي حبيبها has three jackets she not to buy another one طيب هي اصلا عندها تلات جواكد يبقى هي هنا مش مضطرة ان هي تشتري واحد كمان يبقى محتاج انفي قلنا شباب لما بنيجي ننفي لو الفعل مفرد بنقول ايه بنقول doesn't لو جامع بنقول don't اهم حاجة ان doesn't بيجي وراها have to وعتطلخبط يبقى doesn't have اللي بعده do you have to not you'd work tonight سهلة جدا دي لما يجب لك have to او has to وراها نقط قل لها مستر النقط دي بيجي وراها الفعل في المصدر يبقى عايز المصدر هنا اللي هو finish يبقى هنا do you have to finish اللي هو الفعل بدون اضافات اللي بعده do you not see a doctor you have been ill for a week انت ما زلت مريض بيقلك شهور او اسابيع يبقى لازم تروح للدكتور طيب عايزة هنا اقول يجب عليك يبقى you must see a doctor ده الزام لان انت عيان من فترة اللي بعده بيقول لي سلمة has to not a passport to travel to London طيب احنا قلنا has to be وراها الفعل في المصدر المصدر من got اللي هو get يبقى له هنا get واللي بعده بيقول هنا you not take photos here it's forbidden كلمة forbidden يعني ممنوع هي هي الكلمة دي زيها زي it's against the low برضو هستخدم هنا mustn't يبقى الكلمتين دول لما شوفهم يبقى محتاج انهي لا يجب عليك انك تلتقط صور هنا ده ممنوع يبقى له ma sent الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الاول والتاني واللي بيبدأ معها بسؤال مهم جدا وسؤال ده لك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر الفوق ده مهم جدا وبيهرفك المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول هنا manal and وسام are talking about learning english طيب منال ووسام اللي اتنين بتكلموا بعض عن تعلم الانجليزي خلينا نشوف كده منال بتكلمه وسام وبتسألها وبتقول لها can i ask you some question هل اقدر اسألك بعض الاسئلة طبعا هترد عليها وتقول لها yes of course اللي هي ايوة بتطبع اول سؤال بقى منال بتقول لها is it interesting to learn english as a foreign language بتقول يعني هل انه شايق اننا نتعلم الانجليزي اه طبعا كلغة اجنبية طبعا السؤال بهل هجاوب عليه yes or no طبعا هنا هتقول لها yes لان هي طبعا هتقول لها ايوة فهتقول لها yes وزي ما تعودنا بقى come on وهنعكس it بتجي الاول و is هتنزل زي ما هي فهتقول لها yes it is طبعا طيب منال سألت سؤال الاجابة because it's useful in our status about many things اه بتقول هنا بسبب انه يعني مفيد جدا اه في الدراسة لأشياء كتير خلي بيانك بقى طالما السؤال هنا اجابته because يبقى السؤال كان why why اللي هي معناها لماذا طيب بعد كده منال بتسأل سؤال الاجابة قالت لها certainly بالتأكيد it's useful in using the computer قلت لها ايوة يعني مهم جدا ان احنا نستخدم الكمبيوتر يبقى بتسأل بقى هل مفيد اننا نستخدم الكمبيوتر السؤال هنا هيكون ب as لانها موجودة عندي في الاجابة وبعد نقول it اللي هو الفاعل وبعد نقول useful in using computer هتكمل من تحت هتقول as it وتكمل بقى من اول useful لحد الاخر هل هو يعني مفيد في استخدام الكمبيوتر يبقى it's useful هل ده هيفيدنا في استخدام الكمبيوتر اه طبعا هيفيدنا طيب من الى بعد كده قالت how can i improve my english ازاي اقدر احسن الانجليز بتاعي طيب انت هنا هتكتب اي حاجة يعني ممكن تقول مثلا you should اي نصيحة بقى تفيد في اللغة you should طبعا نصيح كتير تقول you should practice يعني يجب انك انت تتمرني او تتدربي على وهكذا قليلا نقول مثلا you should practice reading and writing english يعني مفروض انك انت تتمرني اكتر على قراءة كتابة الانجليز قالت لها i see i will do my best to improve it انا فهمت انا هعمل افضل ما عندي علشان اتحسن في الانجليز وممكن تقول لها مثلا i wish you good luck او تقول good luck على طول صح تتمنى لها يعني حظ سعيد فقليلا نقول i wish you good luck حظ يعني سعيد طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال اختياري نكمل مع بعض السؤال الاول بيقول هنا بيقول ان اثر ما كانش مبسوط يعني لما عائلته غادرت المنزل او تركته في المنزل وحده ذات مينز اثر ده معناه ان اثر بيشعر به قلنا قبل كده الوحدة اللي هي كلمة lonely يبقى دي اول اجابة اللي هي lonely بعد كده بيقول نوعات means seeing only bad things طيب انك انت ترى فقط الاشياء السلبية ده كده تعريف لكلمة سلبي سلبي اللي هي negative السؤال اللي بعده بيقول هنا البادئة اللي بتعطي هل بقى لك عكس كلمة ability طبعا هي ال in قولك inability عدم القدرة اللي بعده بيقولي نوعات is a bad thing on the internet الاشياء السيئة على الانترنت دي بنسميها طبعا cyberbullying اللي هي التنمر الالكتروني اللي بعده بيقول هنا a or an نوعات means something important that you have done الحاجات المهمة اللي انت بتعملها او بتحققها او اللي انت عملتها ده اسمه انجاز اللي هو achievement اللي بعده بيقول لي the word has the same meaning as word كلمة a اللي بيكون لها نفس معنى كلمة اللي هي قلق طبعا اللي بتسويها في المعنى كلمة anxious اللي هي معناها قلق برضه الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال read and complete تكملة النص السؤال ده هو عبارة عن نص صغير النص ده نقراضه الوقتي ونترجمه على مهلنا وزي ما احنا عارفين بيدينا فوق هنا ست كلمات الكلمات دي هنترجمها ونبدأ نختار منها اربع كلمات في الفراغات اللي قدامك دي نبدأ مع بعض النص بتاعنا بيقول هنا today اليوم nearly four billion people use social media in their daily lives النهاردة يعني حوالي اكتر او تقريبا اربعة بليون شخص بيستخدموا social media في حياتهم اليومية خلينا نشوف كده some not have found that around 63 percent of people report feeling upset and anxious after using social media طيب بيقول ان بعض عزيزيون بعض الدراسات وجدت ان حوالي تقريبا يعني تلاتة وستين في المية من الناس بيبلغوا ان هما بيشعروا بالانزعج بعد استخدامهم للsocial media طيب رقم واحد هنا عايز يقول بعض الدراسات كلمة دراسات موجودة عندي اللي هي status يبقى دي رقم واحد بعض الدراسات يعني وجدت ان نسبة 63% بينزعجوا من social media بعد كده بيقول on the other نغط طبعا عايز يقول على الجانب الاخر احنا حفظنا اسمها on the other hand يبقى رقم اتنين سهلة كده اللي هي hand على الجانب الاخر ناحية تانية بقى social media مواقع التواصل الاجتماعي can be helpful ممكن تكون مفيدة because we can not experiences and support each other بسعب ان احنا نقدر عايز يقول نشارك تكون مفيدة بسعب ان احنا نقدر نتشارك خبراتنا خلي بالك من حاجة مهمة جدا كلمة كان اصلا بيجي وراها الفعل في المصدر يبقى دي جزئية القواعد بقى عندي كلمة share و shares احنا عايزي المصدر اللي هو share نتشارك يعني خبراتنا وندعم بعضنا بعد كده بيقول people can spread positive messages this way about the importance of looking and what our mental health خلي بالك بيقول ان الناس يقدروا ينشروا رسائل ايجابية عن اهمية الاعتناء بالصحة العقلية طيب عايزي يقول اعتناء بقى دي اسمها looking after يبقى رقم اربعة اللي هي كلمة after طيب تعال بقى راجع اجاباتنا تاني كده اول اجابة عندي رقم واحد كانت status اللي هي معناها الدراسات و رقم اتنين اللي هي كلمة hand عايزي يقول the or on the other hand على الجانب الاخر و رقم تلاتة كانت كلمة share اللي هي معناها يتشارك و رقم اربعة اللي هي after يعتني بي look after طيب بعد كده سؤال correct السؤال الاول she not stay up late she has already done her homework طيب خلي بالك بقى الغلطة هنا ان انا محتاج انفي طيب بقول هي بالطبع او هي بالتأكيد يعني عملية واجبها يبقى هي خلي بالك مش مضطرة انها تقعد الوقت متأخر يبقى محتاج انفي هنا لما باجي انفي بقول doesn't لان الشي مفرد واهم حاجة ان doesn't بيجي ورها have to هي مش مضطرة تصهر لان هي بالفعل ان هي تواجبها يبقى doesn't have to زاد المصدر اللي هو stay up بعد كده بيقولي نقط always eat healthy food that's my advice خلي بالك بقى بيقولك ان دي نصحتي طالما دي نصيحة يبقى بنصح بشد وفي الاخر بيقولك ان دي نصيحة يبقى شاند اللي بعده بيقول هنا you mustn't not a pencil it's not allowed اه قلنا قبل كده mustn't بيجي ورها الفعل في المصدر فدي سهلة بقى لا يجب انك انت تستخدم يبقى use a pencil اللي قلم الرصانس ده مش مسبوح به كانك يبقى لي she not see her present I am not sure قلتلك قبل كده لما تشوف I am not sure يبقى هنا ربما على طول ده احتمال يبقى تقول لي هنا might هي يعني ما شفيتش هديتها انا مش متأكدها يبقى might اللي بعده بقول you not here it's not allowed قلنا قبل كده يا شباب لما تلاقي it is not allowed غير مسموح يبقى هنا محتاج تنهي طول mustn't لا يجب ابدا انك تدخن هنا يبقى mustn't ازا اذا المصدر هترجع تكتب smoke بعدها يبقى mustn't smoke لا يجب انك تدخن في المكان ده مش مسموح يعني بعد كده بيكون عندنا سؤال paragraph السؤال ده مجاب عنه في نهاية الكتاب ولكن ان شاء الله ورايب جدا هينزل لك على القناة المذكرة اللي اتفقنا عليها وهتكون بصيغة pdf المذكرة دي بقى هيتعرفك ازا هيتعرف تحل السؤال ده بكل سهولة وهيكون فيها اهم موضوعات تلتة عددي الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا الدرس التالت والربعة السؤال الاول بيقول هنا طيب هنا بيقول الحالة يعني اللي انت بتكون فيها conscious يعني مدرك او واعي طبعا انت هنا بتكون يقز اليقزة العقلية دي اسمها mindfulness يبقى هنا ده تعريف ليه mindfulness اللي هي اليقزة اللي بعده بيقول هنا خلي بالك بقى بيتكلم هنا عن الصحة العقلية الصحة العقلية هي صحة اقلق انك طبعا تبقى عارف ازا تبقى سعيد طيب صحة عقلية دي بقى اسمها طبعا mental health يبقى هنا mental اللي بعده طيب انك تصبح اكثر راحة واقل قلق طيب اقل قلق واقسر راحة يبقى دا relax السؤال اللي بعده the opposite of the word fast خلي بالك بقى opposite يعني عكسة او مضاد كلمة fast اللي هي معناها سريع طبعا دي عكسها slow يعني بطيء واللي بعده we add the suffix not to have the adverb of slow طيب احنا بنضيف اللاحقة ايه الى الحال او عشان نكون يعني الحال من كلمة slow طبعا نحط لها في الاخر ال why علشان تبقى slowly ببطء اللي بعده بيقوله هنا when you feel worried نوعات in and out slowly طيب لما تشعر بقلق خلي بالك بقى يعايز يقول هنا تنفس ببطء طيب خلي بالك بقى التنفس اللي هو فعل امر هنا هي بقوله please and يبقى عايز الفعل هنا تنفس يعني واخرج ال why ببطء some online message can not people very badly برضو بيقول بعض الرسائل على الانترنت ممكن انها يعني تؤذي شخص بشكل سيء كلمة تؤذي اللي هي كلمة hurt يبقى له can hurt people اللي بعده بيقول هنا في حصة ايه الطلاب بيتعلموا انهما يتنفسوا ببطء وطبعا يفكروا في اللحظة اللي هم فيها بس طبعا دي حصة يسمها mindfulness يبقى له هنا اليقظة العقلية اللي بعده fans write comments on their stars not posts المعقبين بيكتبوا تعليقاتهم طبعا على منشرتهم على المدونة دي اسمها blog posts اللي بعده بيقول لي عادل is funny he always not عادل ده شخص يعني مرح هو دايما عايزي يقول انه دايما jokes بيتحكي بيقوله هنا jokes اللي بعده طيب انا عاوز يعني اكون جزء من مجموعة معينة من الطلاب يبقى هنا كلمة مجموعة معينة يبقى له certain group يبقى هنا group اللي هي مجموعة الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا to not is to allow someone to be part of something طيب اللي معناه نكتسمح لشخص ما انه يكون جزء من حاجة معينة هو هنا بينضم للحاجة دي او يشتمل بسمها include السؤال اللي بعده بيقول هنا not is something you say to make people laugh الحاجة اللي انت بتقولها وبيتجعل الناس ان هم يضحكوا طبعا دي نكتة نكتة بقى اسمها joke السؤال اللي بعده in the past people used to listen to the radio بيقولك بعد كده the opposite of the word past طيب في الماضي الناس بيستمعوا الى الراديو عكس او مضاد كلمة past اللي هي الماضي عكسها future اللي هو المستقبل واللي بعده خلي بيقولك هو طالب منك عكس او مضاد كلمة طبعا دي اليقظة والوعي عكسها كلمة unaware اللي هي طبعا عدم الوعي بعد كده بيقول لي طيب عايز يقولك فكر بعمق قبل ما تتخذ قرار فكر بعمق دي اسمها deeply اللي بعده بيقول هنا when you are upset this means you don't feel not برضو بيقول لو انت متضايق يعني ده معناه ان انت مش بتشعر بايه اللي بالك هو هنا بينفي لا تشعر بالراحة اللي بعده بيقول لما انا وصلت المدرسة متأخر البوابة كانت مقفولة بيسألك كلمة كلمة مقفول دي بتعني ايه بتسوي كلمة طبعا مغلقة واللي بعده بيقول هنا طيب بيقول كتابة ايه سيء ده من اشكال التنمر الالكتروني طبعا كتابة تعليقات سيئة اللي بعده بيقول لذلك انا مبقدرش اعم كويس عشان كده بارتدي ايه عزول سترة النجاة جاكت النجاة ده اسمه لايف جاكت اللي بعده بيقول هنا لما شخص ما بيكون هادي ده معناه انه بيتكلم بهدوء كلمة هدوء شباب اللي هي بيقول له هنا يعني بهدوء اللي بعده بيقول هنا انا تشارك غرفتي مع عايز يقول شير وز يتشارك مع بتشارك الغرفة مع اختي يبقى وز اللي بعده بيقول ماما بتحاول انها توقف عن التدخين طبعا دي اسمها from smoking وبعده كده بيقول خلي بالك بقى يجب انك انت تكون طيب مع اصدقائك كلمة بيجمع احرف الجر اللي بعده بيقول هنا انا عاوز يعني اكون او اكون صداقات مع خلي بالك مع طلاب جود بيسأل بيسأل يعني هما بيعملوا ايه قالوا في الاجابة زي هما بيضيفوا حصة للجدول بتاعنا اسمها ايه عايز كلمة الياقظة الياقظة دي اسمها طبعا ده مصطلح جديد عليك ومهم جدا في الوحدة السادة يبقى تقول لي هنا لازم تبقى حافظ حروفه طبعا يبقى اول اجابة اللي هي اليقظة بعد كده بيقول نكتبها تاني يا شباب عشان مش واضحة هنقول اللي هي اليقظة العقلية يعني او الادراك بعد كده بيقول لي بيسأل بقى معناه قال له طيب بيقول لي معناه ان انت تبقى عندك القدرة انك تسترخي وبتفكر في مشاعرك طبعا ده عايز كلمة يسترخي اللي هي اسمها ريلاكس يبقى هنا اقول له ريلاكس بعد كده بيقول لي قال له في الاجابة ياس اي دو بيسأل يعني هل بقى ده يخلينا نقدي اداء افضل كلمة اداء افضل ده اسمها يبقى انت لازم تبقى حافظها يبقى وانا بعده بيقول هنا قال له في الاجابة طيب عايز هنا كلمة رحلة قصيرة طبعا رحلة قصيرة ده اسمها بالقارب يعني بعد كده بيقول لي لي خد وقت طويل يعني الاجابة السؤال ده ما بيجيش في الامتحان هو هنا بيختبر حفظك لأهم كلمات بعد كده نيجي على السؤال المهم جدا واللي بيجي في الامتحان طبعا وسؤال ده لك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وزي ما قلت لك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن بيقول هنا آية آية الاتنين بتكلم مع بعض عن اليقظة العقلية طيب آية بتكلم هالا بتقول لها هل انت قرأت المجلة في طبعا موقع المدرسة رط على وهتلع حاجة بعد كده هتلعها زي ده هيعملوا كذا وكذا وده احنا ما قرأتش لانا ممكنش تعرف يبقى ترد هنا على السؤال الاولاني اللي هو بدأ ب فيقول السؤال معناها هل اجاب هنا ب لأ ما عرفتش يبقى تقول لها وليول تتحول الى وطبعا هنا هنفيها فتبقى هل انت قريت المجلة فقالت لها لا ما قريتش الاخبار الجديدة لأ طيب قايت لها انهم يعملوا خطة لتحسين الصحة العقلي طيب بعد كده هالا هتبدأ تسألها يعني هيضيفوا حصة جديدة في جدول الحصص اسمها يبقى هي السؤال كان ايه ايه ده هم هيعملوا ايه خلاص لانها بتقول هم بيخططوا يحسنوا الصحة العقلي فردت عليها بسؤال ماذا يفعلوا اللي هي طبعا في الماضي بقى فهتقول زي اللي هو الفعل وبعد انه نقول يبقى ماذا يعني او ممكن تقول ماذا يخططوا او ماذا فعلوا يعني طيب هل هنا سألت السؤال الاجابة قالت لها ده معناه ان هم يبقى ادرين ان هم يسترخوا طبعا ده تعريف ليه الصحة العقلية او اليقظة العقلية فعينها تقول لها what is mindfulness ايه هي يعني ده ايه هو موضوع اليقظة ده فقالت ده القدرة على ان انت تكون مسترخي وتفكر في الوقت الحالي يبقى what is mindfulness بتسأل عن التعريف فقالت لها ده معناه كذا وكذا طيب هل بعد كده سألت وقالت do you think mindfulness will help us do better at school هل انت شايفة ان اليقظة العقلية دي هتساعدنا اننا يعني نعمل افضل في المدرسة نتحسن يعني طبعا هتقول yes فممكن تقول لها هنا yes زي ما قلنا شباب بنعمل كومة ممكن تقول yes sure او تقول I طبعا do yes I do في النهاية بتقول لها when is متى is mindfulness listen طب الحصة دي هتبقى امتا بقى طيب هنا انت اكتب اي حاجة طالما هي اتحطت في الجدول خليها مثلا نقول on monday ولو كتبت اي يوم تاني هيكون صح خلاص بتكتب اي يوم من ايام الاسبوع طيب بعد كده بيكون في عندنا محادسة تانية نفس الكلام برضو ريم بتكلم عن رحلة بالقارب خلينا نشوف كده طيب لينا هنا بتسأل how was your weekend يعني الرحلة كان اخبارها ايه والاجازة كان اخبارها ايه يعني قلت لها حاجة ردت عليها قلت لها خلنا يعني في رحلة بالقارب how long was the trip طيب واضح كده اللي هم طلعوا رحلة يا شباب وكانت اجازة اه كويسة فممكن ترد على السؤال الاولاني اللي هو how was your weekend اللي هو كيف كانت عطلة نهاية الاسبوع هترد هنا وتقول it was وتكتب اي صفة بقى اللي انت عايزه يعني تتقول it was great صح تتقول it was nice صح خلال نقول مسلا it was nice كانت لطيفة يعني مش بطلة يبقى اول سؤال عندي اجابته هتبقى it was nice لينة سألت سؤال الاجابة my uncle talk us on a body trap اه دخالي خدنا يعني في رحلة بالقارب يبقى تقول لها يعني what did you do السؤال ده مهم جدا ماذا فعلت وضي ادات سفهم ديت فعل مساعد عشان هو في الاجابة بقولي talk الفعل في الماضي بدل الفعل الفعل اللي هو يو ويكن ندوه هنا فالاساسي معناها يفعل ماذا فعلت قدت اروح لنا رحلة بالقارب how long was the trip كامل مدة زمنية للرحلة طيب طبعا بسأل عن مدة زمنية الاجابة ان انت بتكتب مثلا اما for ومدة زمنية اما about ومدة زمنية خلال نقول مثلا it was دي الرحلة بقى كانت حوالي ويكتب الوقت اللي انت عايزه طبعا تريب دي رحلة قصيرة فممكن ان نقول مثلا two hours او three hours فهتقول it was about three hours يعني حوالي تلس ساعات why did it take a long time طب ليه خدت وقت كبير كده الرحلة دي طيب كامل عشان تعرف هي ريم هنا قررت حاجة بعد كده المحرك توقف يبقى هو ده السبق يبقى هنا هتقول because وهتنقل بقى الكلمة اللي تحت تاني اللي هي because the engine stopped كأنها بتقول لها يعني عشان المحرك وقف فقالت لها المحرك وقف وهكذا يبقى كده هي بترد بنفس الاجابة because the engine stopped قالت لها المحرك توقف وسألتها سؤال الاجابة we wore our life jackets and swim ده احنا لبسنا الجاكت وعمنا في البحر يبقى هنا بتقول لها طب عملتوا ايه بقى خلاص يبقى هتقول هنا what did you do يبقى اخر حاجة شباب did you do ماذا فعلتوا قايت لها لبسنا سؤال رتين جا وعمنا في البحر الصفحة اللي بعد كده بيكون عندنا جزء الأسئلة الخاصة بالقواهات التعبير عن القدرة في الماضي نبدأ مع بعض السؤال الأول بيقول هنا I am so sorry بيعتذر بيقول أنا آسف I not to come on time yesterday because the bus had broken down خلي بالك بيقول أنا آسف عايزول ما قدرتش أحضر في الوقت المحدد مبارح أهم حاجة انك تعرف ان كلمة yesterday بتدل على الماضي البسيط طيب طالما هو هنا بيعتذر يبقى ده بيهبر عن عدم القدرة في الماضي لأن أنا مقدرتش أحضر طيب amd مضارع الماضي منها was هجيبها من فيها بقى هتبقى wasn't يبقى أول حاجة عايز يقول I wasn't وطبعا بيجي وراءها able to زاد المصدر هو جايب لي to المصدر في الجملة يبقى انت هتقول wasn't able يبقى دي أول إجابة أنا آسف يعني أنا مقدرتش ياجي في الوقت المحدد مبارح بسبب ان الاوتوبيس عطل إيه سؤال اللي بعده بيقول هنا mother نقاط to buy more rice because we didn't have enough طيب خلي بالك بقى نفس الموضوع برضو أنا عندي هنا كلمة we didn't have دي معناها ان احنا ما كانش عندنا في الماضي يبقى واضح ان الحدث ده في الماضي ما ينفعش have هتجيب الماضي من have عايز يقول ان ماما اضطرت انها تشتري رزة اكتر عشان ما كانش عندنا قبل كده يبقى تقول had اللي هو الماضي من have اللي بعده بيقول لي last Thursday was a holiday كان اجازة so I not go to school I stayed home طيب خلي بالك بقى بيقولك انه كان اجازة ده في الماضي لذلك انا عايز برضو مش مضطر ان انا روح المدرسة ده نفي لما اجي انفي have two اللي هي اصلا كانت had two هل بقى لك الحدس ده في الماضي لما تيجي تنفي في الماضي بتستخدم didn't او عطت لغبط طالما الحدس في الماضي يبقى عايز تقول انا مكنتش مضطر ان انا روح المدرسة يبقى didn't ويجي بعدها have two didn't have two اللي بعده بيقول هنا I not understand the film because it was in a language I don't understand طيب خلي بالك بقى عايز يقول يعني انا مقدرت شافها بالفيلم بسبب انه هو كان بلغة مختلفة يعني انا مفهمتهاش طيب نخلي بالنا من حاجة هنا عايز اعبر عن عدم القدرة ما نفعش اقول I could لما يكون مش فاهم الحاجة فقول I couldn't لان الفيلم ده كان بلغة تانية فانا مقدرتش افهمه يبقى هنا نفيه بقى هتقول I couldn't understand مقدرتش افهم الفيلم اللي بعده بيقول هنا فاطمة نعط walk to school because she hurt her leg بسبب يعني ان رجليها طبعا بتقلمها خلي بالك برضو ده تعبير عن عدم القدرة في الماضي طيب هنا هقول فاطمة wasn't able to walk طب ما هي صح اما الغلطة فين هنا عشان يا شباب كلمة able مفيش بعدها to ايه ده يا مستر يعني ممكن نجيب لها حاجة سهلة كده اه طبعا نخلي بالنا من التركيبة كلها انت هتكتب wasn't زي ما هو كتبها وهتكتب able زي ما هو تكتبها واهم حاجة انك تجيب to من دماغك to زي ده المصدر يبقى wasn't able to بتعبر عن عدم القدرة في الماضي طارق نفس الكلام بردو خلي بقى لك بقى انا هنا بتكلم عن حدث في الماضي ما هي الصور دي دي معناها مبارح يبنفعش ابدا اقول have to عايز اقول ان طارق اضطر ان يذهب الى الطبيب الاسنان الماضي من have اللي هي had اللي بعده بيقول هنا سهلة جدا دي احنا عارفين ان didn't have to بييجي وراها الفعل في المصدر المصدر بقى من done اللي هو طبعا do بيرفع عليك فهتقول لي هنا do اللي بعده بيقول it was windy الجو كان عاصف جدا so لذلك planes الطائرات not able to leave the airport الطائرات ما قدرش انها تغادر المطار طب الغلطة فين هنا خلي بقى لك بقى هو كتب لك بين الاقواص wasn't وكلمة planes جامع ما ينفعش معا wasn't الصح انك تنفي بي weren't able to يبقى انت هتجيب بقى اللي بتيجي مع الجامع اللي هي weren't هتجيب وير وتنفيها برضو يبقى weren't ايه اللي بعده الجو كان طبعا غائم في الصباح طبعا هنا برضو عايز ينفي بسبب ان الجو كان غائم انا ما قدرتش اشوف الطريق كويس يبقى ما ينفعش اقول الصح ان اجيب النفي منها بقى اللي هي couldn't يبقى تقول لي i couldn't see اللي بعده بيقول هنا خلاص عرفنا عن الحدث ده في الماضي طيب طالما الحدث في الماضي لما حب عبر عن عدم القدرة في الماضي او القدرة بستخدم was aware able to طب اي بيجي معا مين بقى بيجي معا was فالصح انك تقول بقى طيب was able to يعني انا صحيت متأخر مبارح ولكن قدرت برضو ان انا اروح المدرسة يبقى was able to هو جاب لي الفعل reach ده الفعل في المصدر سهلة جدا دي احنا قلنا شباب ان wasn't weren't able بيجي وراها to زائد المصدر فعند حاجتين نقصين الحاجة اللي اقول انك هيتكتب to والحاجة التانية انك تجيب المصدر اللي هو do يبقى to do اللي بعدو بيقول هنا طيب برضو خلي بالك الحدث هنا في الماضي عايزا في able to في الماضي وانا wasn't or weren't able to طيب اي بقى يجي معا wasn't وانا weren't برافع عليك هتقول i wasn't able to يعني انا ما كنتش قادر ان انا امشي لحد سن ايه التلات سنوات يبقى i wasn't able to طب ليه جيبنا في الماضي لانه يقول لي ان مما اخبرتني told me يبقى هنا wasn't able to اللي بعدو at the age of two في عمر السنتين يعني my sister not able to ride a bike نرسل الكلام برضو my sister هنا مفرد يبقى هي ما كانتش قادرة تركب عجلة بقول هنا wasn't ولا weren't المفرد بس نحن معا wasn't فهنا اقول wasn't able to اللي بعدو the girl didn't to do what her friend said حد بقول لها مستر طم he didn't اللي بالك بقى didn't بيجي وراها المصدر طب المصدر من has او had اللي هو have فصح انك تقول didn't have to do ايه اللي بعدو بيقول لي هنا نوعات your sister able to swim when she was six لما كان عندها ست سنين ده ماضي طيب في الماضي انا بستخدم قصة are لا انا عايز was aware طب your sister هنا مفرد اختك يبقى تقول لي هنا was your sister able to هل اختك هتقدر تسبح لما كان عندها ست سنين she was able not the bull قلناها بقى was able لازم وراها to زائد المصدر المصدر عندي اللي هو catch زي ما هو الصح انك تقول tool اول او بعدين تكتب catch لازم تكتمها برضو يبقى was able to catch اللي بعدو بيقول yesterday i had to not the umbrella as it was raining طيب الحدث كله في الماضي انا عندي هنا had to had to has to have to بيوران فعله في المصدر المصدر من talk اللي هو take اللي بعدو بيقول هنا we not walk to the museum because there wasn't a bus طيب نخلي بالنا من حاجة الحدث هنا في الماضي ايه اللي عرفك انه في الماضي يا مستر انه بيقول there wasn't ما كانش فيه autobies في الماضي يبقى هنا we had to walk احنا اضطررنا نمشي للمتحف علشان وقتها ما كانش فيه autobies يبقى الصح انك تنفي had to او انك يعني تعبر عن القدرة بhad to في الماضي عشان الحدث ده كان في الماضي يبقى had to زائد المصدر اللي هو walk اللي بعدو they not able to ride a bike when they were young طيب برضو نفس الكلام they were young ده ماضي طيب ما ماضي بقى ما نفعش are صح انك تستخدم where يبقى هم كانوا قادرين يبقى where able to و اللي بعدو بقول لي it wasn't necessary I not have to go by car طيب نخلي بالنا من حاجة بقى الحدث ده كان في الماضي ما بقول لك wasn't طيب ما الحدث في الماضي يبقى تنفي بdidn't ما ينفيش هنا don't يبقى didn't have to go by car يبقى didn't الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس التالت والرابعة واللي بيبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال ده لك سؤال المحادثة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادثة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك برضو السطر اللي فوق ده مهم جدا السطر ده بيعرفك المحادثة بتتكلم عن ايه بيقول هنا طيب خلي بالك بيقول ان نبيل واسامة بيتكلموا عن الكتاب اللي اسامة بيقرأوا في التاريخ طيب خلينا نشوف كده نبيل بيتكلم مع اسامة بقول له بيسأله هل انت مستمتع بقراءة الكتاب ده انا بقى ما عرفش لازم اكمل علشان اعرف قال له حاجة رد يعني بعد كده نبيل تسأل سؤال كانت الاجابة على السؤال ده بسبب ان ده مش كتاب المفضل يبقى اكيد هو مش مستمتع يبقى هجاب على السؤال الاولاني اللي هو طيب هقول الاي اليو بتتحول الى وطبيعي ان الار هتحول الى وانفي بقى اقول نوت او هتنسى يبقى نو اي ام نوت دي اول اجابة طيب واحد بيقول لك مش مستمتع بالكتاب فأجد هتسأله كانت الاجابة طالما الاجابة بدأ بي يبقى السؤال هتقول وعي ليه لماذا يعني انت لم تستمتع بالكتاب قال له عشان ده مش يعني كتابي المفضل او النوع المفضل نبيل تسأله سؤال كانت الاجابة انا سيدي بقرأ يعني بقفضل قراءة القصص المغامرة يبقى بيسأله عن نوع القصص اللي هو بيحب يقراها او نوع الكتب اللي بيفضل يقراها ما النوع من الكتب دي اسمها what kind of box خلي بالك بقى what kind of box دي كلها على بعضها كده ادس فهم معناها من نوع الكتب بعدين نجيب الفعل المساعد بعدها اللي هو طبعا do بالفعل اللي هو you وبدأ نقول له prefer reading او اقول له prefer بس ايه نوع الكتب يعني اللي انت بتفضلها فقال له طبعا انا بفضل قصص المغامرات طيب اسامة بعد كده سأل سؤال did you read this book هل انت قرأت هذا الكتاب يعني هيقول له yes or no قال له i read at one year ago and it was so interesting as i like history انا بحب التاريخ بقى يبا هنا بيقول له ايوة انا قريته يعني طيب اجاوب هنا بي yes وخلي بالك بقى لما بنيجي نجاوب على السؤال بهل بنقول yes وبنعمل وليو بتتحول الى i و did هتنسى ما هي فهنا هيقول له yes i did ايوة انا قريته طيب حسنا you have encouraged me to finish it انت شجعتني والله ان انا خلصه في النهاية نبيل قال له i hope you will enjoy it اتمنى انك انت تستمتع بالكتاب فعسامة هيشكره وهيقول له طبعا thank you اللي هي معناها شكرا لك يبقى اخر حاجة هيقول له thank you شكرا لك طيب بعد كده هنكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال مهم جدا وهو طبعا سؤال اختياري السؤال الاول بيقول هنا to not means to say unkind ايه اللي معناه انك تقول حاجة غير طيبة او قاسية لشخص ما على الانترنت طبعا ده اسمه تنمر الكتروني اللي هو اللي بعده بيقول هنا عايز عكس كلمة الباب كان ايه ده ما كانش مفتوح يبقى هو كان مغلق كلمة مغلق اللي هي معناها الموجود عنديك اللي بعده الصوفيكس نوعات changes happy into a noun طيب الصوفيكس اللي هو حقة اللي بتغير كلمة happy الى noun اسم طبعا بنحط في الاخر ن اي اس اس عشان تبقى السعادة واللي بعده بيقول هنا to not means to become comfortable and less word or make someone feels ايه اللي معناه انك تصبح يعني اه مرتاح او اقل قلق طبعا اه ما تشعر بذلك يعني انت كده مسترخي يعني relax اللي هو الاسترخاء او الراحة يعني يبقى relax اللي بعده بيقول i can't believe you مش قادر اصدقك you are not طيب خلي بالك بقى هو مش قادر يصدق انت عايز اقول هنا بتهزر you are joking دي كده تعبير يعني بعد كده بيقول كلمة aware and mindful are not اليقظة والوعي خلي بالك بقى الكلمتين دول اصلا بيساوا بعض ففي بينهم ايه synonym تراضف او معنام فاقول له synonyms الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال read and complete تكملة النص السؤال ده هو عبارة عن نص صغير نص ده بتقرأ كويس جدا وبترجمه على مهلك وبيدي لك فوق هنا ست كلمات بترجمهم وتبدأ تختار منهم اربع كلمات وتكمل بيهم الفراغات اللي قدامك دي نبدأ كده النص بتاعنا بيقول هنا الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي فات يعني خالي خبني معاه في القارب بتاعهم في الرحلة يعني خلي بالك عايز قول انا اضطريت ان انا عايز قول ارتدي السطرة الخاصة خلي بالك بقى كلمة had to دي بي وراها الفعل في المصدر ده جزء القواعد يبقى هتغل بقى where ولا war المصدر اللي هو where اضطريت ان انا ارتدي سطرة النجاء الخاصة بي طيب اول اجابة تبقى كلمة where and he said i could walk carefully around the وقال كمان ان انت لازم يعني تكون او تمشي بحظر فين طبعا في القارب وما رحين برحلة في القارب but i couldn't run ولكن انا مقدرتش طبعا اجري يبقى خلي بالك هنا رقم اثنين هتبقى كلمة boat اللي هي معناها القارب وبعد كده بيقول we traveled and after two hours احنا سافرنا وبعد وقت معين يعني بعد ساعتين i wasn't able to see the beach ما بيادش قادر اشوف الشاطئ only the sea فقط شايف البحر the ثم بعد كده بقى the not stopped اي بقى اللي فجأة توقف طيب هنا عايز يقول يعني محرك توقف محرك ده اسمه engine اللي هو بيحرك القارب يعني يبقى رقم ثلاثة اللي هي engine we tried to not it احنا حاولنا نعمل في ايه but we couldn't ولكننا ما قدرناش طبعا حاولنا ان احنا نشغله يعني فهنا عايز يقول to start it يبقى رقم اربعة تبقى كلمة start طيب راجع معايا الاجابات كلها تاني كده اول اجابة وانها هتبقى الفعلة في المصدر اللي هو where بعد هات to وتاني اجابة تبقى كلمة boat اللي هو القارب وتالت اجابة engine واخر حاجة رقم اربعة هتبقى start طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال correct السؤال الاول بيقول هنا i not come with you to the concert because i was ill بسبب اني انا كنت مريض خلي بالك بقى because i was ill ارفنا ان الحدث ده في الماضي يبقى ده تعبير عن عدم القدرة في الماضي انا ما قدرتش اجي يبقى الاول هقول was وبعدين ان فيها قلوا wasn't واكتب تاني able to انا ما قدرتش اجي يبقى wasn't able to لان انا كنت مريض بعد كده بيقول my neighbor not leave for work because he was till ill نفس الكلام بسبب ان هو ما زال مريض يعني كان ما زال مريض الحدث هنا was يعني الحدث في الماضي طيب not have to قلنا لما بنجي نعبر عن القدرة في الماضي بننفي didn't مش بnot يبقى تقول لي didn't وبرده هيجي وراه have to جاري يعني ما قدرش ان هو او كان مضطر ما كانش مضطر ان هو يغادر يعني العمل the boy couldn't not his homework نفس الكلام برضو couldn't بييجي وراها الفعل في المصدر سهلة جدا فالصحة هنا انا كتقول لي couldn't والمصدر من did اللي هو do لازم تبقى حافظه اللي بعده بيقول هنا حاتم نقاط when he was four طيب خلي بالك when he was four ده ماضي لما كان عند 4 سنين يبدأ تعبر عن القدرة في الماضي بقول could مش كان يبقى حاتم could swim كان بيقدر يقوم اللي بعده بقول لي could leila نقاط alone when she was eleven سهلة جدا دي ده سؤال في الماضي ولكن السؤال هنا بدأ ب could قلنا شباب ان could بييجي وراه الفعل في المصدر هتجي المصدر بقى اللي هو cook هتشيل الاس دي خالص وترجع الفعل الاصلي بعد كده سؤال paragraph طبعا السؤال ده مجاب عنه في نهاية الكتاب ولكن ان شاء الله ينزل لك مذكرها قريب جدا الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا الدرس الخامس والسادس السؤال الاول بيقول هنا a or an نقاط is a useful piece of information of advice خلي بالك هنا بيتكلم عن معلومة صغيرة كنصيحة يعني طبعا دي تلميح او نصيحة تلميح او نصيحة دي اسمها tip الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا to not with is to manage or be able to do something also it's difficult طيب بيقول انك انت تبقى قادر على فعل شيء ما برغم انه صعب رغم انه بيكون صعب جدا انت كده cope with كلمة cope with يعني تتغلب على السؤال اللي بعده بيقول هنا do you not giving me your back طيب واحد بيسأل التاني هل انت تمانع اعطائي الكتاب كلمة يمانع دي اسمها mind يبقى do you mind واللي بعده بيقول هنا كورونا 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 هي مرض خطير جدا كلمة خطير اللي هي serious اللي بعده بيقول هنا ask questions to not sure you really understand the problem طيب بيقول هنا يعني اسأل او اطرح اسئلة لكي تتأكد انك حقا فاهم المشكلة طيب كلمة يتأكد دي اسمها make sure على بعضها كده بقول له make sure اللي بعده بيقول you should listen to your big brother's note طيب يجب عليك انك تستمع الى عايز يقول نصائح اخوك الكبير قلنا كلمة نصائح اللي هي رقم c كلمة tips اللي هي معناها نصائح اللي بعده بيقول هنا the نقاط today is very hot بيتكلم عن الطقس الطقس النهاردة حار جدا كلمة الطقس خلي بالك اللي هي وزر رقم ايه يبقى له هنا وزر اللي بعده we tried to not new ideas to solve the problem طيب بردو عايز يقول حاول انك انت عايز يقول طبعا اه تعمل عصف زهني لتحل المشكلة كلمة العصف الزهني دي اسمها brainstorm يبقى له brainstorm واللي بعده بيقول لي you should think not before taking an important decision نفس الكلام بردو يجب عليك انك انت تفكر عايز يقول انك تفكر يعني بوضوح قبل ما تتخذ قرار مهم يبقى الحاجة الوحيدة اللي هتنفع عندي اللي هي كلمة clearly اللي هي معناها بوضوح اللي بعده بيقول هنا يعني هل سوف تقابل اصدقائك النهاردة كلمة يقابل دي اسمها meet up يبقى له هنا meet اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول هنا نقاط نقاط is something on a camera or computer that can change the way something looks طيب بيقول حاجة يعني على الكاميرا او الكمبيوتر تقدر انها تغير كيف تبدو الاشياء يعني تحسن في الصورة او تعدلها طبعا دي الفلتر يبقى له هنا filter اللي بعده بيقول هنا to be unhappy طيب انك انت تكون غير سعيد because بسبب you are not with other people as to be not خلي بالك بقى هنا بيقول لك not with other people يعني بسبب ان مفيش ناس معاك يبقى انت كده ايه طبعا عايز يقول وحيد او بمفردك اللي هي كلمة lonely طالما قال لك not with other people يبقى هنا lonely اللي بعده بيقول هنا زي maybe more understanding بعد كده بيقول كلمة بقى understanding here is not طيب خلي بالك understanding ممكن تبقى اسم او صفة في الجملة هنا بيقول يعني more يبقى هنا adjective صفة طبعا اللي بعده اكثر تفهم يعني ask and question have نقط meaning طيب كلمة ask اللي هو يسأل وطبعا question كلمتين طبعا بيساوي بعض يساوي يبقى لهم نفس المعنى طالما قال meaning بيقول لهم نفس المعنى اللي بعده the antinum of the word older antinum يعني عكس او مضاد كلمة older يعني كبير في السن عكسها طبعا younger اللي هو اصغر يعني اللي بعده بيقول the sky is foggy السماء غائمة that means it's not نقط السماء فيها ضباب غائمة ده معنا ان هي خلي بالك بين في نقط ايه طبعا not clear يعني مش واضحة مش صفية الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا try to be a good not and not to speak so much طيب حاول انك تكون مستمع جيد وطبعا ما تتكلمش كتير طيب كلمة مستمع اللي هي طبعا listener يبقى عايز يقول حاول انك تبقى good listener مستمع كايد واللي بعده بيقول هنا do you agree نقط وطي say طيب خلي بالك هل انت توافق على طبعا agree بيجي وراء حرف الجر on فاقوله هنا on على ما اقول اللي بعده try to help me not this problem طيب بيقول حاول انك انت تساعدني خلي بالك بقى help بيجي برضه معها حرف الجر with فاقوله هنا with واللي بعده بيقول هنا you can't succeed without not hard احنا عارفين ان كلمة with out بيجي وراها الفعل اخره ing عايز يقول يعني بدون العمل الجاد يبقى working الصفحة اللي بعد كده كما مع بعض بيبدأ يمرني على سؤال مهم جدا وهو سؤال الديالوك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عني بيقول هنا طيب ماهر بيسأل المدرس بتاعه مستر عثمان ازاي يعني يبقى مستمع جيد خلينا نشوف كده ماهر بيكلم المدرس وبيقول له هلو مستر عثمان هل اقدر اسألك بعض الاسئلة من فضلك طبعا السؤال ده احنا عارفين اجابته شباب بتكون دايما يعني ايوا بتطبع وبالتأكيد يبقى اول اجابة ممكن يقول له لو حد قال لي صح كل دي اجابات مظبوطة ايوا تقدر ماهر سأل اول سؤال كانت اجابته بيقول لو انت بقى عايز تبقى مستمع جيد لا يجب انك تقاطع اي حد بيتكلم ما تقطعش حد يعني يبقى اول سؤال هو كان بيسأله ازاي انا اقدر ابقى مستمع جيد بيسأل عن الكيفية الكيفية بيسأل عنها بهاو يبقى يقول له هاو كان يجبها من الاجابة وبين بيسأل عن نفسه بقى فيقول يبقى ازاي انا اقدر اكون يعني مستمع جيد فقال له اول نصيحة انك انت عاود نفسك بها ما تقطعش حد طيب بعد كده ماهر قال له تمام بفيش مشكلة انا مش هقاطع حد بيتكلم تاني وسأله سؤال الاجابة على السؤال المدرس قال له ايضا بيقول له نصيحة تانية هو بقى كمان يعني انت لازم تهتم به الكلام اللي بيتقال يعني او الموضوع اللي بتكلمه فيه يبقى هنا طالما قال له ايضا يبقى هو عايز نصيحة كمان يبقى قول له ايه كمان اللي اعمله يبقى ممكن اقول دي معناها ماذا ايضا واكمل بقى واقول اللي لازم اعمله تاني علشان خاطر غير ان انا اقطع حد يعني فقال له ايه كمان اللي لازم ان انا اعمله قال له لازم تكون مهتم بالكلام اللي بتقال لك يبقى طيب بعد كده ماهر قال له طيب اعمل ايه بقى لو اللي بتكلم ده قال حاجة غلط وكمل ماهر كلامه قال له هل انا ادي له نصيحة طيب المدارس رد عليه وقال له ايوة ولكن مش تدي له امر ادي له نصيحة يبقى هو موافق على السؤال اللي هو هيقول له وممكن يقول له الايه طبعا تحول الى وكانت زي ما هي ايوة دونه نصيحة بس مش في صورة امر في الاخر قال له طبعا مستر عثمان فهيرد يقول له العفو بقول له شكرا لوقتك هيقول له العفو اللي هي بحد يقول لك طبعا اللي هي طبعا معناها العفو الصفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس الخامس وستس واللي بيبدأ معايا بي سؤال مهم جدا وهو سؤال الديالوك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر الفوق ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول هنا حازم بيعرف بابا عن يوم سيء في المدرسة خلينا نشوف كده طيب حازم بتكلم مع بابا وبيقول له هنا انا قضيت يوم فظيع في المدرسة طيب بابا رد عليه وقال له هنا عرفني بقى وقال له حاجة سؤال يعني طيب الاجاب على السؤال ده انه هو بدأ يحكيله وبيقول له يعني كان عندنا امتحان رياضيات وجبته درجة وحشة يبقى كد بابا بيسأله او بيقول له فوق يعني ايه اللي حصل طيب ما هو بيحكيله على ايه اللي حصل يبقى اول حاجة بابا قال له عرفني بقى يبقى اول سؤال يا شباب هقول هنا كلمة يعني ماذا حدث بستخدمها لما لاقي فيه الاجابة حد بيحكي على الاحداث اللي حصلت زي ما حازم بيحكي البابا كده كان عندنا متحر رياضة وجبته درجة وحشة يبقى السؤال طيب قال له طبعا كان عندنا امتحان وجبته درجة مش كويسة طيب الاب هنا سأل سؤال كمان الاجابة كانت ايوة اه هو ده اللي مخليني زعلان المتحان كان صعب جدا فأكيد هنا خلي بالك بقى الاجابة بدأ بيس طبعا الاجابة بدأ بيس يبقى السؤال بهل طيب الفعلي عندي هنا اللي هو جاي اخر واس يبقى هسأل بداز ان ده مدارع بسيط فعايز يقول يعني هل ده اللي مخليك زعلان فهتكتب بقى وتكمل من بعد كده هتقول بس خلي بالك بيجو هراني فعلي في المصدر فتقول لي وهتلقبض في الحاجات دي هتقول لي ومي هتحاول الى يو وتكمل وتقول فيه هو ده بقى اللي مخليك تشعر بالحزن يعني او ده اللي مزعى لك فقال له ايوة واللي متحان كان صعب طب واضح كده انه مش فاهم يعني ايه الموضوع كان صعب يعني فقال له تقدر توضح لي اصدق ايه فحازم هنا ممكن اه طبعا يعيد عليك جملة تانية يعني فممكن يقول له مثلا اي مين انا اقصد طبعا السؤال لما بيكون ماذا تقصد بتقول ان اجابته بدأ بي اي مين يعني انا اقصد او اعني انه كان صعب جدا لان بعد كده بيقول اه واضح يعني انه ته اه طبعا مش سعيد بخصوصه يبقى دي رقم تلاتة طيب بعد كده الابرد قال له قال له نصيحة بقى ليه ما لا انك انت يعني تخبر المدرس بتاعك هنا قال له حاجة هل يعني اقول له انه يعيد المتحان تاني مكرا خلي بالك هنا هيرد الاول على النصيحة اللي هي بدأ بي ليه ما لا هيقول هنا يبقى لما يجي ارد على النصيحة ممكن اقول فكرة جيد لو لا موافق يعني فهنا حازم بيقول له فكرة كويسة وكمان اقدر اقول له ان هو يعيد المتحان بكرة فبابا هيرد على السؤال بكود بيس قرنه ممكن يقول له يس شور ايوة بالطبع هيعد لك المتحان او يقول له يعني بالتأكيد طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال اختياري السؤال الاول بيقول هنا بيسأل بقى كلمة اللي هي سيء او فضيع في الجملة بتعني ايه طبعا انا قضيت يوم سيء بسبب الحدثة كلمة سيء او فضيع بتساوي عندي كلمة اللي هي سيء برضو اللي بعده بيقول هنا انك توقف حد يعني عن الكلام فجأة طبعا انت كده بتعمل ايه بتقطع كلمة يقاطع دي اللي هي انتربت يبدأ تعريف ليه كلمة يقاطع شخص عن الكلام اللي بعده بيقول هنا طب اعسك يعني يسأل وانصر يعني يجيب في هنا تضاد اكسباط يبعا يقولون ان هما اكسباط واللي بعده بيقول understand can be a noun by add the suffixion طيب كلمة understand نقدر نحصل انها على الاسم اننا حطنا في الاخر طبعا ing يبقى له understanding اللي هو الفعل الاخره ing واللي بعده بيقول هنا she doesn't feel safe when she is alone this means ده معناه she likes to be not طيب يعني لا تشعر بالامان وانت بمفردك او هي بمفردها ده معنا ان هي بتحب انها تكون ايه خلي بالك بقى هنا بتحب انها تكون with others مع الاخرين بتحبش الوحدة بعد كده to not with means to manage or be able to do something also it's difficult حلنها قبل كده انك انت تبقى قادر تعمل اشياء صعبة انت كده بتتغلب على ده اسمها cope with الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال read and complete تكملة النص السؤال ده هو عبارة عن نص صغير النص ده بتقرأ كواز جدا وبترجمه على مهلك وبيدي له فوق هنا ستة كلمات الكلمات دي بتترجمها وتبدأ تختار منها اربع كلمات وتكمل بهم الفراغات اللي قدامك دي طيب نبدأ النص بتاعنا بيقول لهنا طاها لفز طيب عايز يقول ان طاها يعني بيعيش على مسافة بعيدة من المدرسة وبيقول طيب هو بيستغرق حوالي ساعة يعني طيب عايز يقول بيستغرق ساعة علشان يصل الى بيته في القرية اللي هو عايش فيها طيب كلمة يصل دي اسمها يبقى اول حاجة هنا هتبقى رقم واحد كلمة بيستغرق ساعة علشان يوصل البيت بعد كده بيكمل وبقول هتبقى بيستغرق ساعة اه طيب هو ما عندوش اه وهو بيكون بقى بسبب ان ممته تعبانة جدا يبقى هو كمان قلق او متوتر كلمة قلق او متوتر دي اسمها يبقى رقم اثنين هو الآن يعني عشان ممته مريضة يبقى دي الرقم اثنين بعد كده بيقول لذلك هو بقى بيخلي باله وبيعتني باخوه الصغير واخته طيب خلي بالك بقى انا عايز اقول هنا يعتني بي دي اسمها طبعا يبقى رقم ثلاثة اللي هي بعد كده بيكمل وبيقول لي هو يعني ما عندوش وقت كبير يعني انه هو يعمل واجباته المدرسية يبقى هنا كلمة يفعل طبعا يبقى رقم اربعة هنقول هنا كلمة طيب بعد كده هنكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال زي ما قلنا شباب السؤال ده مجاب عنه في نهاية الكتاب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا اسئلة مجمعة من اختبارات الامتحانات طبعا اسئلة مهمة جدا بتبدأ معايا بسؤال اختياري السؤال الأول هي ما عندهاش اصدقاء لذلك هي دايما بتشعر بي ايه طبعا بالوحدة اللي هي السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب هو يبدو ايه طب ما فيش اي شيء سلبي بيقوله او بيتقال عنه يعني خلاص يبقى عايز هنا كلمة سلبي اللي هي هو رائع ما فيش اي حاجة سلبية موجودة عنه يبقى كلمة اللي بعده ده معناه بقى لما بيكون في شخص هادي ده معناه نقول انه بيتصرف بهدوء طبعا ما قالك ده فاعل خلي بالك هيبقى عايز حال هنا كلمة بهدوء اللي هي الحال اللي هي اخر فتقول هنا اللي بعده بيقول هنا طيب بيقول ان اية دايما بتكون يعني مسرورة او مبسوطة من طيبة اصدقائها طيبة او عاطف دي اسمها يبقى هنا عايز اللي هي الاسم اللي هي الطيبة او العاطف اللي بعده يعني عكس او مضاد طيب هو طلب منك عكس كلمة اللي هي هنا متوتر او قلق طبعا عكسها شباب كلمة يبقى هنا طالب منك عكس الكلمة اللي بعده بيقول هنا يجب عليك لازم انك تخبر الولدين او المدرس لو في حاجة عايز اقول ان في حاجة يعني على الانترنت يبقى هنا اللي هو تنمر الكتروني اللي بعده بيقول اللي بتغير لي الصفة اللي هي الاسم خلي بالك عايز احولها الاسم وبحط لها في الاخر بتبقى بعده كده بيقول طيب معنى او مرادف كلمة طبعا الاحراج طبعا اللي هي عدم الراحة بتسويها في المعنى بعده كده نكمل مع بعض نفس الصفحة برده شباب بيقول هنا نوع بنحط اللاحقة ايه علشان نكون الصفة من كلمة بنحط لها ممكن تبقى صفة وممكن تبقى اسم عادي جدا فتقول لبعده علشان نحصل على الاسم من كلمة اللي هي طيب بنحط لها في الاخر عشان تبقى اللي هي معناها الطيبة او العطف نيجي بعد كده على جزء مهم جدا وجزء سؤال السؤال الاول بيقول هنا عادل نقاط انجلش طيب خلي بالك بقى احنا اتفقنا ان كل دول يا شباب بيجو عم فعل في المصدر فلما تشوف بعدها نقاط تحط المصدر اللي هو السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب برضو هنا بيعبر عن عدم القدرة في المدارع عادي طيب احمد ده مفرد وهو جايب لي نقط يبقى المفروض تجيب وبعدين بعد النقط فالصح هنا انك تقول وتنفيها بقى بتبقى وخلي بالك ما عنديش حاجة هنا بتدول على الماضي بقول له اللي بعده بيقول هنا طيب برضو نفس الكلام انا محتاج هنا انفي هات لما باجي انفي هات تو بنفيها بديدنت او دوزنت او دونت الحدث هنا في الماضي هاد يعني ماضي فالصح هنا انك تتكلم بقى في الماضي بديدنت فهتقول هنا ديدنت وبعدين ديدنت بيجي وراها المصدر اللي هو هاف وبعدين هو جايب لي تو المصدر يبقى ديدنت هاف اللي بعده بيقول لي هنا على الرغم من انه كان تعبان هو ادر انه يكسب المباراة طيب الحدث هنا في الماضي كان تعبان في الماضي باعث قدرة في الماضي هي مفرد فهتقول لي واز وبعدين تقول لي بعد كلمة وز يا شباب لازم انت تجيب طول اني مش موجودة فتقول واجاب لك ادر انه يكسب المباراة بعد طيب خلي بالك برضو يستردي بتدول ان الحدث ده كان في الماضي يبقى دي قدرة في الماضي لما عبر عن القدرة في الماضي يستخدم هاد تو يبقى طارق كان قادر انه يعني يذهب الى طبيب الاسنان يبقى هاد تو اللي بعده طيب نخلي بالنا برضو يا شباب هنا عايز يقول لان في بعد نوع تو ركز في دي ما قصد يجيش وراته اما المين اللي بيجي معاته هاف او هاز طيب ده سؤال يبقى له هاف تو دو اللي بعده بيقول هنا طيب خلي بالك برضو ما ينفعش اقول هاز تو هنا ليه بقى لان الشباب بالفعل عندي اي اي ما يجيش معاه هاز تو يبقى عايز انا مضطر ان انا اخبر والدية يبقى اي هاد ده في الماضي طبعا يبقى هاد بعده بقول لي طيب عايز يقول هنا بتدل على ان الحدث كان في الماضي طيب عايز يقول عدم القدرة في الماضي يبقى هنفي بقول هي بقى رقم اه تمام يبقى لي وبعدين احط بعدها التركيبة كلها لازم تكتب اللي بعده بيقول هنا الجو مشمس بالخارج يبقى انت مضطر انك انت تاخد المقطف او البلط لا طبعا يبقى انا محتاج هنا انفي هي هاف بتيجي مع الجامعة ولكن انا محتاج النفي لما جا انفي اقول له يبقى هنا اقول you don't have to طيب هو جاب لي بعد كلمة have to فمش اللي بعده بيقول هنا الجو عاصف جدا لذلك الحدث في الماضي الجو كان عاصف طيب الطيارات جامعة يبقى انا محتاج انفي الجامعة في الماضي بستخدم اقول وير بعدين انا فيها او اقول ايبل طب اللي خلي لانا نستخدم وير عشان يبقى وير انت ايبل وهو هجيب لي المصدر الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا امتحان على الوحدة الستة بالكامل واللي بيبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا السطر ده بيعرفك المحادسة بتتكلم طيب اللي هو انت بتكلم صاحبك وبتقول له خلي بالك باين عليه انه هو الان فبتقول له ما الخطب ايه المشكلة يعني فهو رد عليك وانت سألت سؤال كانت اجابته ان الوالدين هيغضبوا منه جدا طيب واضح كده انه في النقطة الاولى بيبدأ يقول له من السطر الاول كده انا عندي مشكلة لان بعد كده هيبدأ اسأله ايه هي المشكلة فاول اجابة عندي مشكلة طيب انت هنا هتسأله ايه المشكلة لانه بيبدأ يشرح بيقول ان الوالدين هيغضبوا مني جدا يبقى تاني حاجة بقى هتسأل وتقول ما المشكلة ما المشكلة ممكن اقول يعني ايه هي مشكلتك او اقول مثلا يبقى خلينا نقول في رقم اتنين طيب الوالدين هيغضبوا مني جدا هيسأل عن السبب قال له بسبب ان الموبايل الجديد انكسر يبقى طالما الاجابة بدأ بيكوز يبقى السؤال عن طول اللي هي معناها لماذا يعني الوالدين هيغضبوا قالوا ليه قالوا عشان التليفون انكسر طيب بعد كده انت هنا قلت له على اقتراح كانت الاجابة مش هقدر اصلحه لانه هتكلف فلوس كتير يبقى واضح كده ان انت بتقترح عليه انه يصلح التليفون فهتقول له هنا بكل بساطة يعني انت كان تقدر يعني تقدر تصلح يبقى رقم اربعة هتقول له طبعا يعني تصلح وبعدين تقول له اللي هو التليفون ممكن تكمل وتقول مسلا او تقول طبعا طيب قالوا مش هقدر تصلحه عشان هيكلف فلوس كتير قالوا انا هسلفك الفلوس اللي انت محتاجها طبعا الاخر هيشكره هيقول له مسلا سانكيو او يقول له سانكس يعني شكرا جزيلا طيب بعد كده بنكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال ريد اند كومبليت اللي هو طبعا سؤال تكملة النص السؤال ده عبر عن نص صغير هنقرأه دلوقتي ونترجمه وبيديني فوق هنا ست كلمات الكلمات دي هنبدأ نختار منها اربع كلمات ونكمل بيها الفراغات اللي قدامها طيب نبدأ مع بعض بيقول لي هنا تينيجرز اللي هم المراهقين الولاد والبنات نقط سيرتين انت ناينتين ايرز او عايز اقول لي ان المراهقين هم البنات او الولاد اللي عمرهم ما بين تلاتاشر وتساتاشر سنة كلمة بين دي اسمها بتوين يبقى دي اللي تنفع بعي يبقى اول اجابة هقول هنا كلمة بتوين يعني بين التلاتاشر وتساتاشر سنة هما دايما بيكونوا يعني نشاطاء هما عندهم نشاط كبير وكمان بيحبوا يقضوا وقت مع بعض عشان عندهم نفس الهوايات طيب عايز انا يقول ان هما يقضوا وقت بيكون وراء الفعل في المصدر كلمة هي اللي تنفع يبقى هنا علشان هما بقى عندهم نفس الهوايات and not الهوايات و اي بقى بص في الاختراط هتلاقي كلمة interests اللي هي الاهتمامات يبقى دي الرقم ثلاثة نفس الهوايات والاهتمامات طيب but ولكن they don't have much experience ما عندهم شي يعني خبرة كافية like older people زي الناس الكبر so لذلك they should listen to their parents and the teachers لازم طبعا يستمعوا الى الاباء والمدرسين they should also ask for not when they have a problem كمان لازم يطلبوا النصيحة لما بيكون عندهم مشكلة طيب كلمة نصيحة اللي هي advice يبقى دي الرقم 4 اللي هي كلمة advice اللي هي طبعا النصيحة طيب بعد كده هنبدأ نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال القطع هنبدأ دلوقتي نقرق قطع ونترجمها كلها لشان نبدأ نحلق اسئلة القطع طيب القطع بتاعتنا شباب بيتكلم هنا بيقول طيب بيقول أنا دايما حابب أننا أشترك في مدموعة مميزة من الطلاب المحبوبين One day في يوم من الأيام they suggested that we cyber poly a boy in my class called فوزي في يوم من عين هم الطلاب اقترحوا أننا يعني نتنمر الكترينيا على زملنا اسمه فوزي so I wrote an unkind comment شان كده أنا كتبت تعليق سيء أو غير طيب about him عنه on social media في مواقع التواصل الاجتماعي I thought أنا اعتقد that my friends إن كل أصدقائي what think it was fine أنا اعتقدت يعني إن ده هيكون مضحك يعني شيء مضحك له التعليق ده كلمة I didn't realize لم أكن أدرك that they were joking إن هم كانوا بيهزر and I was the only one to write an unkindly comment وأنا بس الوحدي اللي كتبت تعليق السيادة هم ما كتبوش زي ما اتفقنا طيب بعد كده بيقول فوزي read my comment أرد تعلي and the next day في اليوم الثاني he didn't want to come to school إلا ما تريع علي أرد تعليق وبعدين في اليوم الثاني قرر ميروحش المدرسة I had to tell my parents أنا اضطرت أن أخبر الوالدين and they couldn't understand why I did it وكمان هم مش فاهمين أنا عملت كده ليه بعد كده بيقول the other students didn't want to include الطلاب يعني ما كانوش عايزين يضموني in their group إلى المجموعة بتاعتهم I am so embarrassed about what I did أنا محرج جدا من اللي أنا عملته الصفحة اللي بعد كده ثاني كمل مع بعض قرية القطعة زي ما قلت لك أهم حاجة أنك أنت تقرأ القطعة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل بيقول هنا however I hope my experience will have a positive result يعني على الرغم من أني أنا أأمل أن النتائج تكون إيجابية to أيضا I didn't have to do what my friend is suggested ما كانش لازم أو ما كنتش مضطر أن أنا أعمل اللي صحابي قاله عليه you should think before you do something بينصحك بقى يجب أن أنت تفكر قبل ما تعمل أي حاجة وبعض الرسائل الطبعا الإلكترونية على الإنترنت كان ممكن أنها تأذي الناس بشكل سيئيا بعد كده بيقول I was able I was able to say sorry to Fawzi that next day قدرت أن أنا أقول له آسف بصحبي يعني He is kind هو كان طيب جدا and now ودلوقتي we are friends إحنا أصدقاء لذلك يجب عليك أن تختار يجب عليك أن تختار أصدقائك بحرصه بعناية وكمان لازم أنك أنت دايما تبقى طيب مع الناس طيب بعد ما فهمنا القطعة نبدأ أن نحل عليها أسئلة الاختياري السؤال الأول بيقول هنا The best title for the passage is not العنوان أو أفضل عنوان للقطعة أي طيب القطعة كلها بتتكلم عن السايبر بولينج اللي هو التنمر الإلكتروني ده بيحصل على السوشال ميديا يبقى قدر أختار هنا كلمة السوشال ميديا ده العنوان المناسب وقال اللي بعده بيقول هنا The writer اللي هو الكاتب thought that his friends would not when they read his message الكاتب اعتقد تخيل يعني أن صحابه هيدحكوا لما يقرؤوا التعليق طيب هو كان متخيل كده كان فاكر كده يعني كلمة يضحك اللي هي السؤال اللي بعده بيقول هنا The underlined pronoun الضمير اللي تحت الخط اللي هو اللي هو كان موجود في الصفحة الأولى اللي قبل دي كان بيشير إلى ايه طبعا ده كان بيشير إلى التعليق السلبي طيب تعليق بقى اللي هو اللي هو طبعا كان علقه لصاحبه فوزي طيب بعد ما خلصنا أسئلة الاختياري بيكون في عندنا تلات أسئلة مقاليين على القطعة مهمين برضو جدا نبدأ مع بعض السؤال الأول بيقول هنا explain why فوزي didn't want to come to school mention two points طيب خلي بالك وبقول لك يعني أشر في نقطتين يعني عايز جملتين هنا بقى طيب بيقول اشرح فوزي دي ما رحش المدرسة النقطة الأولى شباب قدر أقول يعني هو أو قدر أقول هو قرأ التعليق السلبي اللي كان عليه الجملة التانية ممكن أقول له السبب التاني انه كان محرق يبعا عندي جملتين كده قدر أكتبهم في السؤال الأول السؤال اللي بعده يقول هنا أعطي سبب ليه يعني الكاتب كان محرق من اللي هو عمله طيب ممكن أقول له بسبب ان صديقه فوزي خلي بالك بقى الحاجة الأولى ان صاحبه ما كانش عايز نروح المدرسة بعد كده سبب تاني هو ما كانوش عايزين يضموه للمجموعة بتاعتهم يبقى ده السبب التاني طيب السؤال التالت بيقول هنا طيب بيقول لك هل انت تعتقد انه خلي بالك بينفي يعني لا يجب ان احنا نرسل رسائل سلبية طبعا اقول له ما ينفعش ان نبعط رسائل على الانترنت السبب بقى بسبب ان الرسائل دي ممكن تضر شخص بشكل سيء طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال اختياري السؤال الأول بيقول له هنا بعد كده بيقول طيب فادي بيكون ايه هو قلق من نتيجة الامتحان هو خايف يعني ان هو ما ينجحش يبقى هو هنا الآن قلق او متوتر دي اسمها يبقى له هنا الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الأول فيها بيقول هنا طيب احنا بنضيف الصفحة اللي يلاحقها ايه علشان نحول كلمة الى اسم طيب رحضها في الاخر عشان تبقى الى الطيبة او العطف السؤال اللي بعد بيقول كلمة ايه اللي معناها غير سعيد بسبب ان في حاجة سيئة حصلت انت كده بتكون محرج اللي هي جابها شباب كلمة اللي هي معناها محرج اللي بعده بيقول طيب عكسة او مضات كلمة اللي هي معناها حديث طبعا عكسها تقليدي او قديم اللي هي السؤال اللي بعده بيقول بيسأل طبعا بيسأل بقى كلمة ماتر طب السؤال ده معناها ما المشكلة بيسألك بقى كلمة ماتر اللي هي مقصود بها في الجملة ايه المشكلة بتساوي تتنزح بعض فالكلمة هنا بتعني مشكلة اللي هي اللي بعده بيقول هنا انك انت تقول حاجة تخلى الناس تضحك طبعا دي نقطة اللي هي السؤال اللي بعده بيكون فيه عندنا سؤال السؤال الاول بيقول هنا طيب هنا بيتكلم على انك تلبس بلتو تقيل ان الجو برا خلي بالك مش بارد يبقى انت هنا مش مضطر اصلا تلبس يبقى لو هينفع مصنت ولا مصد ده مش الزام ولكن هو عايز يقول انت مش مضطر انك تلبس طبعا بلتو تقيل طيب عايز اقول هنا وبعدين طبعا لان الجو برا مش بارد اوي فتقول لي اللي بعده أنا جريت بسرعة ولكن انا طالما قالك باط يبقى تنفي بقى ولكن انا ما فزتش بالسباق يبقى صحيح انك تقول لي كودنت لم افز يعني بالسباق ما قدرتش افوز اللي بعده بيقول هنا طيب احنا قلنا اني بيجو وراها دايما لاني بيجو وراها المصدر والمصدر من هاز او هاد اللي هو هاف هتكتب هاف وبعدين تو واللي بعده بقول لي نقط طيب بيتكلم هنا عن القدرة على تحدث لغتين خلي بالك بقى لازم معها از او ار طيب انا عندي جمع يبقى الصحيح انك تقول يبقى هنا واللي بعده بقول لي وائل نقط طيب خلي بالك بقى يستردي دي ماضي فالصحيح انك تقول هاد تو ليه انت متعبر عن يعني وائل كان مضطر انه ينام بدري فتقول لي هاد تو بعد كده سؤال زي ما قلنا شباب ده مجاب عنه في نهاية الكتاب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيبدأ هنا يمرني على سؤال المحادسة في صورة الاختياري ده جزء تجريبي من انتحان الدمج نبدأ مع بعض بيقول لي هنا محمد تلس كمال محمد بيخبر كمال عن الاشياء الايجابية والسلبية في السوشال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي طيب نبدأ مع بعض كمال بيكلم محمد وبيقول له خلي بالك بيقول له هل انت مهتم بالسوشال ميديا احنا قلنا ان ار في اول جملة معناها هل هجب بيسؤرنه انت هنا بقى هتختار من الاربع اجابات دول الاجابة اللي تنفع عندك اللي هي رقم ايه اللي هي ايوة انا مهتم بالسوشال ميديا طيب بعد كده كمال هيسأل سؤال هختارنا السؤال من الاسئلة اللي قدام دي بناء على الاجابة الاجابة محمد قال له طيب خلي بالك اصلا الاجابة بدأ بيكوز طباما الاجابة بدأ بيكوز يبقى السؤال بي هو هنا عايز يختبرك في فهم ادوات للسفاهم هتقول له ليه انت مهتم بالسوشال ميديا طيب بعد كده كمال سأل سؤال كمان هختاره برضو من الاجابات دي بناء عن الاجابة محمد قال له في حوالي اربعة بليون شخص طيب خلي بالك هنا ده عدد لما يكون عدد بسأل عن العدد يبقى هنا هختار الاجابة برقم دي كم عدد الناس اللي بيستخدموا السوشال ميديا بعد كده كمال بيكمل وبيقول هنا ازاي يعني استخدام السوشال ميديا ممكن يكون ضار لنا او سلبي بالنسبة لنا طيب هتبدأ تروح الناحية التانية نفس الصفحة برضو هتختار الاجابة المصبوطة انت هتختار واحدة من دول كمال رد قال له يعني تشعر بالقلق يبقى هي دي الاجابة اللي هي رقم به اللي هي يعني هنا بيقول ان هي ممكن تخلينا نشعر به التوتر او القلق طيب كمال هنا رد زي ما قلنا شباب feel anxious اللي هي الاجابة اللي فوق عشان تختارها بيقول له اعتقد يعني ان المرهقين are the most people who feel anxious ان المرهقين هم اكتر ناس ممكن يشعروا بالتوتر او القلق طيب محمد هيرد على الكلام ده وقال له هنا فعلا المرهقين هم اكتر ناس يبقى هنا موافق لما تيجي توافق على كلام شخص قلنا قبل كده بنقول انا اتطفق معك يبقى دي الاجابة طيب بعد كده بيبدأ برضو يمرني على سؤال correct في صورة اختياري I not be good at science subjects مادة العلوم I want to join طبعا faculty of science طيب خلي بالك انا عايز ادخل كلية علوم يبقى انا لازم ان اكون جاية في مادة العلوم يبقى الصح هنا انك تختار must مش send اللي بعده بيقول هنا You not study hard to get good marks This is my advice دي نصحتي قلنا قبل كده لما تشوف كلمة نصيحة يبقى الصح انك بتنصح لما اجي انصح باستخدم should يبقى اقول له هنا should مش have اللي بعده بيقول لي احمد is absent today احمد كان غايب النهارد He not be ill كامل كده I am not sure اه انا مش متأكد لما مش متأكد يبقى على طول بتختار معايت ربما انه كان مريض انا مش متأكد يبقى معايت اللي بعده بيقول لي هنا When I was ten لما كان عندي عشر سنين I was not to swim طيب خلي بالك بقى انا عندي هنا القدرة في الماضي عندي was وعندي two يجي فستوم able يبقى هنا لازم التركيب على بعضها تقول لي I was able to يبقى was able الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض اخر صفحة في الكتاب طيب بيكون في عندنا امتحان مراجعة على الوحدة الرابعة والخمسة والستة واللي بيبدأ معايا بسؤال الدالو بسؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عني طيب بيقول لي هنا نوها في المكتبة هي يعني معاها وعاوزة تسمع عليها موسيقى طيب خلا نشوف كده نوها بتكلم مسعولة اللي هي المدرسة بتاعتها وبتقول لها صباح الخير ردت عليها طبعا وقالت لها صباح الخير وسألتها سؤال الاجابة انا محتاجة كمبيوتر من فضلك نوها بتقول كده يبقى اكيد هنا طبعا المدرسة كانت بتعرض مساعدتها لما اجي اعرض المساعدة بقول ازاي يعني اقدر اسعدك يبقى اول سؤال عندي المدرسة بتقول لها ازاي اقدر اسعدك وقالت لها انا محتاجة كمبيوتر من فضلك طيب المدرسة بعد كده سألتها سؤال ليه انت محتاجة كمبيوتر طيب احنا عرفنا من السطر اللي فوق ان هي معها استوانة عايزة تسمحها يبقى ده السبب يبقى هتقول لها هنا او تقول مثلا يعني بسبب ان انا عندي او معايا هنا اللي هي ما صوب بها الاستوانة وممكن اكمل بقى الحد الاخر يعني اقول يبقى هي هتاخد من السطر الفوق كده تقول معايا استوانة وكمل بقى الحد الاخر او انك تقول معايا استوانة وعايزة اسمحها طيب المدرسة هترد عليها طبعا دي نقطة عادية مش سؤال وقالت لها يعني اسفة الكمبيوتر مش شغال في المكان ده ويتلاها حاجة طيب نوعا بعد كده سألت سؤال الاجابة كانت معمل الكمبيوتر جنب المكتب بقى واضح انها نصحتها قالت لها روحي بقى مكتب الكمبيوتر او معمل الكمبيوتر يبقى رقم تلاتة المدرسة هتكمل كلامها وتقول لها عارفنا من اينا شباب من الرد بعد كده لما هي سألتها حاجة فقالت لها هو موجود بجوار المكتبة يبقى رقم تلاتة هنقول فقالت لها نوها سؤال كانت اجابته ان هو جنب المكتبة ده كده وصف للمكان يبقى بسأل عن المكان بسأل المكان بايه برافو عليك فهتقول لها او ننتظر تقول اللي هو الكمبيوتر لاب يعني فين هو فقالت لها بجوار المكتبة في النهاية شكرتها يبقى هترد عليها وتقول لها العفو طيب العفو اللي هي you are welcome اتفقنا لما حد يشكرك بتقول له you are welcome اللي هي يعني معناها العفو يبقى اخر حاجة you are welcome بعد كده بيكون عندنا السؤال التاني فيه الامتحان اللي هو read and complete تكملة النص السؤال ده هو عبارة عن نص صغير النص ده نقرأ دلوقتي ونترجمه على مهلنا وبيدينا فوق هنا ست كلمات الكلمات دي بنبدأ نختار منها اربع كلمات ونكمل بها الفراغات اللي قدامنا طيب بيقول لي هنا يعني انا عشت في قرية في جنوب مصر طوال حياتي بيكمل خدنا قبل كده الكطع دي بيقول يعني عايز يقول انا عمري ما رحت دولة اخرى او مكان اخر يبقى هنا عايز يقول بقى اي عايزين في دي جملة مسبتة اقول له بعد كده بيقول انا بحب الرسم والتلوين طيب انا بحب التلوين والرسم يبقى انا عايز اطلع تلوين والرسم يبقى فنان فنان بقى اللي هي يبقى دي رقم اثنين بعد كده بيقول طيب بيقول ان انا اعوز ان انا احقق شيء مهم طيب يحقق دي اسمها اللي هي معناها يحقق او ينجز يبقى رقم ثلاثة الوالدين دايما بشجعوني ان انا خلي بالك بقى ان انا اخد جائزة في الرسم يعني انا مش عايز احبطهم يعني طيب يبقى رقم اربعة هتبقى كلمة اللي هي جائزة طيب راجع مع الاجابات التاني كده اول اجابة عندي هتبقى كلمة اللي هي بتاعت المطارع التام والتاني حاجة عندي اللي هو فهنان والتالت حاجة اللي هي كلمة يحقق او ينجز ورقم اربعة اللي هي كلمة اللي هي معناها جائزة طيب نكمل مع بعض شباب نفس الصفحة كده ناحية التانية طبعا دم تحام وراجع على اول على التالت على الرابعة والخمسة والست اخر تلتة وحدات طيب سؤال بيقول هنا في السؤال الاول طيب دي النصيحة انت يجب ان انت تذاكر دروسك يبقى هنا ما ينفعش اقول شو دي انت شو ان انت دي لو حاجة سلبية لكن لو حاجة ايجابية فتقول هنا شود يجب عليك انك تذاكر ايه دروسك اللي بعده بيقول هنا زي نقاط طيب خلي بالنا بق انا عندي هنا هاز ما تنفعش لاني زي دا فعل جمع فالصح هنا انك تقول لي يا شباب تقول هاف يبقى اقول زي هاف تو اللي بعده بيقول لي نقاط هودا طيب ما هي الغلطة الغلطة هنا شباب ان الفعل عندي هودا هودا دا مفرد مع المفرد يبقى يجي معها هودا هودا هل هودا كانت قادرة ان هي تجرب سورها اللي بعده بيقول لي نقاط سهلة جدا دي احنا قلنا ان بيجي وراها الفعل في المصدر ننفعش وراها غير هاف تو يبقى تقول لي هاف وهو كتب لك تو بعد النقاط بعد كده بيقول لي شي نقاط طيب حد بقول لي ما هو الحدث دا يعني ماضي فصح انك تقول يبقى هنا صح نكتيب الماضي من كام اللي هو اللي بعده نقاط طيب خلي بيجي بقى دا زمان مدارع تام احنا قلنا دي مراجعة على اخر تلتة وحدات فهاز هنا عايزة وراها تصرف تالت يبقى تصرف التالت من بي لازم تبقى حافظه اللي هو بين يبقى هاز بين او ممكن انطاها واقول بين يبقى هنا رقم واحدة اقول له هي هاز بين اللي بعده دكتور نقاط بي جود ات ساينس سوبجيكتز طيب برضو نفس الكلام كلمة دكتور دي فعلا مفرد دا لان مفرد ما ينفعش اقول هاف تو يبقى هنا صح ان اقول له هاز واكتب تو برضو مضطرعا اللي بعده بيقول هنا ماي ماذر طول دي مي اي نقاط وبعدين بيقول لي طيب خلي بالك برضو هنا انا محتاج انفي عندي الزمن ماضي عدم القدرة في الماضي بستخدم هنفيها بقى تبقى لان اي بيجي معها فتقول لي هو جاي بعدها الفعل في المصدر اللي هو اللي بعده نقاط طيب نخلي بالنا من حاجة بقى الناس تفتكر الوحدة الخمسة كلمة بتدل على مضارع تام منفي يبقى انا عايز هنا مضارع تام ولازم يكون منفي عايز قولي الندى ما زارتش الاهرامات حتى الان يبقى اقول له هاز وان فيها تبقى هازنت والفعل في المصدر اللي هو يبقى اقول له هازنت فيزت يات تاني جالبه لي مستر صبري هاز بن از اس سكول نقط فور توني ناينتين طيب احنا قلنا اللي بيجي بعده سنة اللي هي يعني بداية حدث اللي هي سنس بتقول له منذ 2019 مش فور بتقول له هنا سنس بعد كده بيكون عندي سؤال زي ما قلنا ان شاء الله فترة اللي جاية دي بقى هتلامس اكترات كتير على القناة هيكون في مراجعة قوية جدا جدا لتالت اعدادي ان شاء الله ربنا يوفقكو وتجيبوا اعلى الدرجات وكل واحد يحقق اللي هو بيحلم به